لماذا أنتم لا تقدمون مرشحا لكم يتم تداوله تعلنونه أمام الملأ أمام الجميع تقولون هذا مرشح ساحة التحرير وين العلة السؤال جيد أستاذ النجم احنا غير عاجزين حقيقة عن تقديم مرشح لأن ساحات التظاهر مليئة بالكفاءات ومليئة بالوطنيين ومليئة بالناس الخيرين الذين لا يعملون إلا للعراق فقط لكن نحن اليوم نذهب باتجاه عدم تحمل مسؤولية المرحلة القادمة لأننا نعرف جيدا أن الكتل السياسية ستعمد على عرقلة عمل رئيس الوزراء إذا كان من ساحات التظاهر وهذا لا يعني أننا عاجزين من الممكن إذا عجزت خلال هذه الأيام الكتل السياسية عن إيجاد مرشح مستقل أو مرشح ضمن المواصفات التي وضعتها ساحات التظاهر فإننا غير عاجزين عن وضع مرشحنا والمواصفات التي وضعتها ساحات التظاهر ليست بالمواصفات التعجيزية والغائبة عن الساحة العراقية إنما هي مواصفات تقريبا يتفق عليها جميع أبناء الشعب العراقي أن يكون مستقلا أن يكون مرشحا غير جدليا وأن يكون حصرا عراقية جنسية ولا أقول مزدوجة جنسية لأن حضرتك تعرف الالتفاف والالتواء بالكلام عند الكتل السياسية احتمال يجيبوننا أربع جناسي أو ثلاث جناسي ويقولوننا هذا مو مزدوج هذا مو جنسيتين هذا أربعة ويمشوا علينا وأيضا يجب أن يكون من الذين لم تلطق أيديهم بدماعهم متظاهرين وكثير من المواصفات التي بالحقيقة تجعل من الشخص يعني بعيد عن الضغوطات من قبل الكتل السياسية ويكون أمامه الطريق ميسر للنجاح بالمهمة ترجمة نانسي قنقر